هذا مؤتمر مهم جداً ينظم بمبادرات من فرنسا والإمارات العربية المتحدة ويحضره العديد من قادة وزعماء الدول والحكومات ليس من المنطقة فحسب بل من مختلف دول العالم إضافة إلى وزراء وخبراء ومدراء متاحف يكتسب هذا المؤتمر أهميته مما يشهده التراث حالياً من تهديد في مناطق النزاع وهذا يدق ناقوس الخطر فمن جهة نرى نزاعات ذات طبيعة مختلفة نزاعات لا تجري بين دول وإنما داخل الدولة الواحدة وعادة ما يجري تدمير التراث بشكل متعمد ولا ينجم عن أضرار جانبية لهذا النزاع المسلح أو ذاك وأكثر من ذلك أن هذا التراث يستهدف من قبل الجماعات المتطرفة بغرض تدمير تراثنا الإنساني المشترك